أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان رمضان في مصر ما يجيش غير لما عبد المطلب يغني رمضان جاء عشان كده احنا هنستقبل رمضان بفقرة إنشاد مختلفة بتعكس روح مصر الحقيقة الروح الجميلة والفريدة اللي مش موجودة غير على أرض بلدنا الغالية بيشرفنا النهاردة المنشد مينة عاطف صباح الخير عليك يا مين كل سنة وانت طايبين وانت طايبين رمضان كريم صباح النوع احكي لنا بقى ايه قصتك مع الإنشاد قصة طويلة هي جات معي صدفة في الأول يعني بس كنت راح مسابقة كده وطلعت إنشاد فقلت اخش اجرب يعني اشترف انها إنشاد أصلا اه قلت اخش اجرب حظي بصراحة فدخلت تخديب بقى من الموضوع شوية لان طبعا كل الموجودين مسلمين دي كانت أول حاجة لك اه ولجنة تحكيم شيوخ انا مش عارف انا هقوم اعمل ايه كان عندك كم سنة صعيف كان عندي 21 سنة فقلت بقى يعني اي حاجة وخلاص فقمت بترمز الخير انا اسمي مينا وهقول مولاي للنقشبان دي فرح قلت بتفضل ماشي فروح تقالي الحتة كده مينا رح قلت اببص سمعني ترنيمة بقيت لعبتي بقى حتتي جيت لف ملعبي اه فسمعته ترنيمة وبقى كان خدت بعضي بمشيت لقيتهم بيتصلوا بيا بعد ايه بثلاثة ايام كده بيقول لي سيزمينة وقلت له ايه حاطيك خدت اقول جمهورية انشاء الدنيا اسلامي يا عم حسيت بقيلة متأكد انا مينا اه حاطيك بصيت في الاسم طيب يقول لي ايه سيزمينة عاطف ايه خدت اقول جمهورية انشاء الدنيا اسلامي طب ما بس ابتديت بقى من هنا يعني الحمد لله بس ده تأكيد اللي احنا بنشجع الحاجة الحلوة احنا شعب ذواق حقيقة مفيش فرق مسلم مسيحي في واحدة وطنية عندنا ايه رائك بقى نسمع منك رمضان جانا نسمع رمضان جانا نجرب برضو جانا رمضان جانا وفرح نابه بعد غيابه وباله زمان غنوا قولوا شهر بتولوا غنوا قولوا اهلا رمضان رمضان جانا اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان اهلا رمضان جانا بتغيب علينا وطهجورنا وقلبنا معاك بتغيب علينا وطهجورنا وقلبنا معاك وفي السنة مرات زورنا وبنستاناك من امتى وحنا بنحسبلك ونوضبلك ونرتبلك اهلا رمضان جانا اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان جانا أول جمهورية بجدارة يعني أرجع معك لما قالوا لك أخدت أول إنشاءت جمهورية صحابك عيلتك ما حدش قالك إلي ودك هناك يعني ردود الأفعال كتعاملت إزاي بس أكيد أنا تسألت الأسئلة دي كتير يعني بس ردود الأفعال كانوا مبسوطين جدا لأن طبعا لما شفوني بقى مرة واثنين على التلفزيون يعني الموضوع اختلف عيلتي كانوا بيشجعوني جدا تسألت كذا مرة طب الكنيسة كان رأيها إيه في الموضوع فقال ترون بكل بساطة أنه أنا داخل الكنيسة كان أبونا بيقول لي مولاي عاد يعني أبونا كان بيقول لي شيخ مين يعني فأنا أصلا شبراوي فإحنا بنا كده حاجة مش طبيعية بس لك الحمد لله لأ لك أنا تربيت في شبرة فأنا عارف الوحدة وكله ما بتعرفش تتميز أصلا ما بين المصريين هناك بس فالحمد لله طب إحنا نتكلمنا عن مولاي كتير عايزين نسمعها مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي مالي آلوظ به إلاك يا سنة مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل مولاي 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 وانا عندي ستة اثنين تقريباً. وابتدت عيلتي بقى تنميلي الموضوع شوية. ازاي بقى؟ يعني ابتدوا ان هما يسمعوني عغاني كتير ويسمعوني حاجات كتير عشان ابتدي اذكرها. جابوا لي بيانو. عندك حد في العيلة بيانو؟ والدي وخالي. من الاصفات الكويسة. اه. انشاة برضو ولا غناء؟ لا لا غناء عادي. وغناء كده يلا هو تفاريح زي امي بيقولوا بالبلاد. اه. فجابوا لي بيانو وانا عدت علمت نفس بيانو. الواحدي برضو وانا عندي ستة سنين. وابتديت بقى ان انا اسمع كتير اسمع كتير. ما درستش بصراحة اي حاجة لي علاقة بالمزيكة خالص لحد دلوقتي. اللي خلينا اتعلم بقى المقامات والحاجات دي كلها ان انا بشوف الحاجات الصعبة فين؟ وارحولها. وزاكرها. الواحدي. فهو ده اللي خلاني اتميز شوية. بيعمل اي حاجة صعبة بالتالي بيشتغل اي حاجة سهلة. ايه اصعب حاجة في الانشاد وانت بتشتغل عليها كانت بالنسبة لك فيها تحدي. انا هاكسر الخوف او الرهبة وهقولها. هنشد ده. مولاي. 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 احنا يعني ما شله كده عاديين نوع نغني بقى يعني. بص هو يعني الانشاد هو كده كده صعب بصراحة. بس الواحد لما بيشوف يعني مولاي مثلا من اصعب الانشيد اللي موجودة. لان انت بقيتها عالية جدا. خدت فيها تحدي ان انا قلتها مرة اعلى من نقشبانتي. اعلى من النقشبان دي تون ونص. طب لو حابب تسمعنا حاجة تسمعنا اي. سيبين لك انت الاختيار بقى هل. ممكن نقول يا رب انعظم الزموبي. اعظم الزموبي كثرة. يا رب انعظم الزموبي كثرة. فلقد علمت بأن اعظم الزموبي كثرة. اعظم الزموبي كثرة. اعظم الزموبي. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو يرجو الآثم أدعوك ربك ما أمرت تضر عنه فلا إن رددت يدي فمن لا يرحم يا رب أدعوك ربي أدعوك ربي كما أمرت تضر عنه فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا رب أسعدتنا أمين المنشد أمين عطف رمضان كريم وشكرا جزيلا على وجودك وعلى مراتك ربنا خليك طيب مشاهدينا نطلع دلوقتي فاصل ونرجع ونكمل معكم باقي فخرتنا في صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر